ما تنساش الاشتراك في السحب على القناة كل حلقة بيبقى فيها جايزة 5 دولار على محفظة باير والاشتراك في السحب شرطة بسيطة هتجاوب سؤال الحلقة في التعليقات على اليوتيوب هتشوف الحلقة للاخر وتعمل لايك واشتراك وتعمل شير اكتر من مرة للحلقة ولما تكسب هتبعد كل الاسبتات دي على جروب الفيسبوك وهتلاقي الرابط بتاعه موجود في الوصف هختار الكسبان كل حلقة بشكل عشوائي من تعليقات اليوتيوب والفايز هيبعت الاسبتات على جروب الفيس بالتوفيق للجميع ايه رأيك لو قلتلك انك من حاجة عادية تقدر تحقق ربح من الانترنت وخصوصا الحاجة دي انت بتعملها دايما بشكل تلقائي مشاهدة فيديو يوتيوب هتاخد 55 سنت هتشوف فيديو تاني هتاخد 60 سنت هتشوف فيديو تالت هتاخد 65 سنت وهكذا كل شوية تقدر تحقق ربح بالطريقة دي ده اخر اثبات سحب عملته من الموقع 98 دولار ونص هتقدر تعمل زيه واكتر لو عملت الخطوات الموضحة في الحلقة اظن الطريقة دي مش هتحتاج منك خبرة ولا مهارات في اي حاجة انك تشغل فيديو على اليوتيوب وتشوف الاعلان الموجود عليه وخلال ثواني هتاخد من 55 سنت ل 1 دولار وبكده الربح هيعتمد على الوقت اللي هتقديه في الشغل ده وعدد الفيديوهات اللي بتشوفها يوميا سهولة الطريقة دي تخلي اي حد ملوش تجربة في الشغل اونلاين وتحقيق ربح من الانترنت يبدأ بدون تفكير لان حتى اللي انت هتشوفه بالتفصيل في الحلقة كلها حاجات بسيطة جدا بس علشان تبقى عارفة تعمل ايه بالزبط على الموقع ولا هيطلب مننا خبرة في اي حاجة ولا مهارات في اي مجال يعني الموضوع كله تشغيل فيديوهات وحاجات شبيهة زي زيارات المواقع الموقع ده هتقدر تشتغل عليه من اي مكان بدون اي مشاكل الاهم من كده ان الموقع مجاني تماما يعني مش هتدفع اي حاجة علشان تبدأ الشغل ده وتقدر تشتغل من اي جهاز متوفر معك سواء كمبيوتر او لابتوب او تليفون مجرد تعمل الحساب وتفعله زي ما هتشوف في الحلقة وتقدر تبدأ الشغل حالا مهم يكون عندك حساب بنك بي بال او حساب بير ولو هتسحب على بي بال يكون الحساب مفاعل علشان تقدر تسحب ارباحك من عليه ويقبل كمان استلام الدفعات خصوصا لو الدفعات دي كبيرة وهتلاقي على القناة شرح بنك بي بال وتفعيله وربطه بالحساب البنكي وكمان هتلاقي انشاء حساب بير وازاي تستلم من عليه ارباحك اي موقع وادوات هشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها تبقى موجودة في الحلقة نفسها وما فيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف اي موقع مش يفتح معك او هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدهوم في بلدك وبالتالي هتحتاج VPN علشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة وتريقة ربحية جديدة ونكمل بعد الفاصل يلا ندخل في الموضوع على طول هتروح على الموقع ده اللي هتقدر تحقق منه ارباح من مشاهدة الاعلانات على اليوتيوب هتعرف اسم الموقع خلال الحلقة زي ما انت شايف هنا هتقدر تشغل فيديوهات يوتيوب وتحقق ربح منها لكل فيديو تشوفه هتلاقي صحوبات على الموقع كل كان دي 10 دولار 24 دولار 40 دولار تقدر تشتغل من اي بلد وهتلاقي ده واضح في الصحوبات الموجودة على الموقع هتقدر تشوف الفيديوهات دي من اي جهاز سواء كمبيوتر او لابتوب او تابلت او سمارتفون علشان تعمل الشغل ده وهتلاقي قدامك اربع طرق اساسية تقدر تشتغل بيهم انك تشوف اعلانات بانر او زيارات للمواقع او تشوف فيديوهات يوتيوب او تحقق ربح من الاحالات ده غير ان الموقع بيوفر ميزات كتير من اهمها هو الحد الادن للصحب بيكون 3 سنت بس يعني تقدر تشتغل يوميا وتسحب ارباحك على طول سواء بقى على بنك بي بال ولو مش مدعوم في بلدك تقدر تسحب على بانك بيهير يلا هبدأ بالربح من مشاهدة فيديوهات يوتيوب بس لازم في الاول تعمل حساب على الموقع اسم الموقع موجود قدامك بالكامل surf.b ومن الصفحة الرئيسية اضغط على make money on tasks علشان انت هتشتغل انك تشوف اعلانات لكن مش هتكون معلن وتدفع فلوس علشان الموقع بيدعمل اتنين لو انت عايز تعمل اعلانات هتبقى advertiser لكن انت عايز تحقق ارباح من مشاهدة الاعلانات وفي الصفحة دي اضغط على create account هتدخل اسم المستخدم والايميل والباسورد ووافق على الشروط واضغط على sign up او سجل الدخول بحساب جوجل لو عايز لما تسجل بايميل جديد لازم تعمل خطوة تفعيل الحساب من الايميل هتدخل على الداشبورد بالشكل ده ودي الارباح بتاعت من اخر سحب عملته الرقم طبعا مش كبير لاني مش شغال باستمرار في الداشبورد هتنزل تحت علشان تلاقي قدامك فيديوهات زي دي لو شفت الفيديو ده مدته 20 ثانية بس هتاخد 55 سنت ولو شفت الفيديو ده لمدة 20 ثانية برضو هتاخد 60 سنت الفيديو التالت هيديك 65 سنت الفيديوهات دي بتشوفها مرة واحدة كل 24 ساعة يعني لو يوم شغلت فيديو واحد بس هتفتح الموقع هتلاقي باقي الفيديوهات متاحة انك تشوفها لكن لو خلصت كل الاعلانات دي مش هتلاقيها متاحة انك تشوفها غير تاني يوم اظن كده النقطة دي واضحة علشان تقدر تشوف الفيديو وتاخد الربح في المقابل اضغط على ستارت هيفتح قدامك الصفحة دي واضغط علامة التشغيل علشان يبدأ يشغل الفيديو كل اللي عليك تشوف 20 ثانية من الفيديو وهتلاقي العداد هنا فوق ولما يخلص هتاخد ربح المشاهدة 50 سنت وتقدر تشوف اللي بعده وهتاخد 60 سنت واللي بعده 65 سنت ولما تشوف الاعلانات كلها مرة واحدة مش هياخد معاك وقت اصلا يعني انت مش هتكمل 5 دقايق وتكون حققت 1 دولار 80 سنت في 3 دقايق تقريبا وبعد ما تخلص الاعلانات هتظهر قدامك الرسالة دي ان تخلصت المهام المتاحة اليوم لكن استنى انت تقدر تحقق دخل بطريقة تاني اللي هي مشاهدة اعلانات بانر او زيارات المواقع وعشان كده هتنزل الاضافة بتاعة الموقع على جهازك على حسب المتصفح اللي بتستخدمه انا بشتغل على جوجل كروم فبالتالي هاختار جوجل كروم هيوديك على الصفحة دي واضغط add to chrome بعد كده اضغط على add extension وكده تم تثبيت الاضافة على الجهاز الموقع ده فعلا مميز والدفع بتاعه كويس يعني اصدي المعدل بتاعه عالي وبمجرد ما تثبت الاضافة هتلاقي اعلان زي ده ظهر قدامك وكل تاب هتفتحه هتلاقي اعلان ظهر قدامك وكل ما اعلان يخلص هيظهر اعلان تاني بدون اي تدخل منك يعني انت مش تعمل اي حاجة بعد تثبيت الاضافة لان اعلانات البانر هتفضل شغالة مع نفسها وانت هتحقق ربح كل 20 ثانية بالشكل ده طالما انت مشغل المتصفح بتاعك وحتى كمان مش محتاج تضغط على الاعلان تقدر تخلي الاعلان فوق او تحت زي ما تحب من العلامة دي تقدر كمان تقفل الاعلان خالص لو مش عايزه ولما تفتح المتصفح وتدور على اي حاجة اللي هو يعني الاستخدام العادي هتلاقي اعلان بانر موجود دايما حتى لو بتشوف فيديوهات على اليوتيوب وبكده الاعلانات دي هتفضل شغالة طول الوقت طالما انت فاتح المتصفح وعرفك ازاي تقدر تحقق اكتر من 100 دولار في الاسبوع خليك معايا تقدر تحقق ارباح اكتر من زيارات المواقع وكل اللي عليك انك تضغط على الاضافة اللي استدبتتها على جهازك من شوية تقدر تزور الموقع ده وفي المقابل هتاخد ربح اضغط على ستارت هيوديك على الموقع وهتستنى فيه لحد ما العد يخلص ولما يخلص كده الزيارات حسبت وتم تحويل الارباح للحساب بتاعك اقفل التاب كده خلاص وافتح الاضافة تاني هتلاقي موقع تاني متاح واضغط ستارت وهكذا هتفضل تعمل الخطوات دي هيا هيا كل شوية وكل ده معدل ارباح زيادة بالنسبالك وزي ما وضحت من شوية السحب بيبدأ من 3 سنت بس يعني لو عايز تسحب يوميا مفيش مشكلة السحب متاح لبيبال وبايير وبانك ويب ماني لما تضغط على الاضافة هتلاحظ حاجة مهمة جدا انه هنا بيوفر مشاهدة فيديوهات يوتيوب يعني لو مفيش اعلانات هنا وخلصتها تقدر تشوف من الاضافة اي اعلانات فيديوهات متاحة قدامك وكل ده دخل اضافي انت مش خسران حاجة ولو قعدت وقت طويل شغال على الاضافة وخلصت كل الزيارات والفيديوهات المتاحة فيها تقدر كمان تنزل التطبيق على تليفونك من هنا علشان تلاقي اعلانات فيديوهات اضافية وعرض زيارات الموقع الموقع بيدفع واكتر من معدل على حسب الدولة ولو معدل الدفع في بلدك ضعيف وده هتلاحظه بسرعة مع استخدامك للموقع وان انت تشوف اسعار الاعلانات المتاحة قدامك برضو حل المشكلة دي بسيط جدا يلا نشوف مين الكسبان الحلقة اللي فاتت اخد لينك الحلقة اضافي الموقع هنا اضغط مفيش اجابة السؤال اختار حد تاني مفيش اجابة السؤال اختار حد تاني فعلا هي دي اجابة السؤال وصاحب اي دي القناة دي هيتواصل معي على جروب الفيسبوك علشان يبعط لي باي الاسبتات بتاعة المسابقة المشاهدة كاملة واللايك على الحلقة والشير بتاع الحلقة من جوجل ابحث عن VBN Chrome Extension افتح اول لينك يظهر معاك هيوديك على الصفحة دي وتقدر تثبت منها المجاني وتاخد منه وبمجرد ما تثبت حدد الدولة واضغط العلامة دي تقدر كمان تعتمد في الخطوة دي على ده يفرق معاك جدا في الاسعار اللي هتشوف بيها الاعلانات وبالتالي رسيد الارباح خلال الاسبوع هيبقى اعلى بكتير من انك لو شغل من غير ايه كمان يزود معاك الارباح بشكل ملحوظ من القيمة على الشمال دي اضغط على واختار وزي ما بيوضح هنا هتاخد خمسة وربع في المية من نسبة الارباح على الاحالات بتاعتك اعمل copy للرابط من هنا وتقدر تشاركه مع اي حد وبكده تقدر تحقق ربح اسبوعي اكتر من مية دولار ويمكن افضل طريقة لمشاركة الرابط هتكون من خلال منصة وليه المنصة دي بالتحديد لان معدل الترافك فيها عالي جدا بيوصل لتنين مليار زيارة شهريا تقريبا وكمان اكتر من خمسة وربعين في المية من الزيارة دي بتكون من الولايات المتحدة وطبعا دي فرصة كبيرة جدا انك تجيب معدل احالات مرتفع ومن الولايات المتحدة وطبعا نسبة الارباح هتختلف لان الاحالات اللي هتجيبها هتكون من دول اعلى معدلات الدفع فيها ولما ترتب الموضوع كده هتلاقي انه من السهل انك تحقق اكتر من 100 دولار في الاسبوع بالشكل ده دي ممكن تحس ان الموضوع صعب في البداية لكن ببساطة ده علشان لسه مجربتش الشغل بنفسك الاستراتيجية دي سهلة جدا شرحت قبل كده ازاي لما تعمل حساب جديد على موقع ريدت تقدر تجيب كارما علشان تقدر تشارك على اي كميونيتي الرابط بتاعك وغير كده زي ما بوضح دايما في الطرق اللي بشرحها للربح اونلاين انت تقدر تعدل في الاستراتيجية حسب تفكيرك ونقطة الكوة اللي عندك يعني لو تقعف تسوق الرابط من خلال فيسبوك او تويتر زي ما تحب لان النقطة الاساسية في الموضوع انك في النهاية تجيب احالات عالية الجودة يعني احالات عالية الجودة اللي هو ان انت تجيب مستخدمين لكن مستخدمين تسجل في الموقع وتشتغل مش مجرد تسجيل وخلاص علشان المستخدم ده لما يحقق ارباح انت هتاخد النسبة بتاعتك الخمسة في المية وكده انت هتستفيد وهو هيستفيد وده هيفرق كمان في معدل الارباح بتاعك لانه طول ما هو شغال انت بتاخد النسبة بتاعتك علشان كده تقدر تحقق في الاسبوع رقم عالي من خلال ان انت تجتهد في موضوع الاحالات في البداية طريقة سهلة جدا مش هتخسر اي حاجة من المحاولة وكاملن الطريقة كلها مجانية يعني مش هتكلفك اي حاجة اتمنى التوفيق للجميع ضمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاية